هذا ياسر محمد نجيب iber units нения هنبدأ في هذا المستعرض اهم الاختصارات المتعلقة في ال保 removal الاختصارات السلف الانساك Alpha المصلح لتößه اختصارات اللي تهمك اثناء التعامل مع البرنامج اسمناها لجزئين الجزء الاولاني اختصارات متعلقة بالكتابة الجزء التاني اختصارات متعلقة بالتعامل مع برنامج الافس هنبدأ بالجزء الخاص بالاختصارات المتعلقة بالكتابة دلوقتي قدمنا لكم في الجدول ده اهم الحاجات اللي انت ممكن تحتاج انك تكتبها بالكيبورد وازاي تقدر تتعامل مع الرمز بتاعها سواء باللغة العربية او باللغة الانجليزية على اساس انك تتعرف على الجبورد لان في بعض الرموز هيبقى صعبة علينا باننا نديها لاي شخص زي الرمز ده مثلا فمن الصعب باننا نديها لاي شخص لسه بيتعلم جديد فعشان كده تسهيلا على حضراتكم رأينا بانه الرمز يتكتب باللغة العربية واللغة الانجليزية في نفس الوقت تسهيلا عليكم دلوقتي على سبيل المثال الهمزة لو هي فوق الالف همزة المد الهمزة اللي تحت زي مثلا كلمة اسلام او ايمان علشان تكتب الحروف ديت بتضغط الحرفين دول مع بعض هتبدأ بالاولاني وهتفضل ضغط عليه وتكتب التاني على سبيل المثال انا هضغط دلوقتي حرف الاتش او حرف الالف بدون ما اضغط على اي حاجة معاه فهتلاحظ بان الرمز اللي تكتب لي هنا هو الف الالف دلوقتي انا هضغط الشفت زائد اتش علشان نشوف ازاي يكتب لنا الالف بالهمزة فهفضل ضغط على الشفت زائد اعلامة الاتش او الالف فهتلاحظ بان كتب لك الهمزة طيب كل الحروف ديت هتغرب بانك تعملها عن طريق كتابة بالكبرد بنفس الفكرة طيب انا عندي دلوقتي حاجة اسمها تطويلة الحروف ايه معنى تطويلة الحروف نفرض بان انا بكتب كلمة تم طيب انا دلوقتي عايز اطول هنا في الكتابة فبضغط على الشفت زائد ت او الشفت و ج فتلاحظ بانه طول في الكتابة علشان تلاحظ ايه الحاجة اللي هو عملها ساعة ما احنا طولنا في الكتابة هو عمل الحاجة ديت وسط الكلمات فاصبحت الكلمة هنا زيادة لو تلاحظوا هنا لما احنا بنظلل هتلاحظ التطويلة اللي موجودة طيب تاني حاجة عندنا ضبط الكلمات او التشكيل ضبط الكلمات او التشكيل لنفرض ان احنا هنكتب حرف الياء الفتحة هتكتب الشفت زائد الضاد او الشفت زائد كيو طيب لو انا عندي فتحتين هتكتب الشفت زائد ضاد او لو انا عندي تنوين فتح هتكتب الشفت زائد صاد او الشفت زائد دابليو نفس الكلام هتتابع في بقية الحركات السكون هيبقى الشفت والهمزة اللي هتلاقيها موجودة عندك في الكبورد بحرف اكس والتضعيف او الشدة هتلاقيها في الشفت زائد دال طيب لو انا عايز اعمل مسلا حرف دال وعايز احط عليه شدة وفتحة هتضغط على الشفت وهتضغط على الشدة اللي هي معرفة ذال وبعد كده هتضغط على الفتحة اللي هي شفت ضاد فهتبقى هنا عندك الشدة والفتحة بقية الرموز من السهل جدا بقى انك تجربها مع نفسك موجود عندك اختصارات علامات الترقيم وبعض الرموز الرياضية اللي انت ممكن تحتاجها طيب هنيجي دلوقتي على الاختصارات الخاصة بالتعامل مع البرنامج انا دلوقتي في مجموعة من الاختصارات الملخصة بالبرنامج الاختصارات ديت موجودة عندك في الملف ده في الصفحة التانية ولكننا لو انا باللون الاحمر الاختصارات اللي انت لازم تكون حافظها اثناء تعاملك مع البرنامج واللي هي هتسهل عليك جدا التعامل داخل البرنامج وان شاء المستند الجديد اخدنا الكنترول N فتح الملف كنترول O غلق الملف كنترول W وكلها اختصارات عدت عليك قبل كده في الفيديوهات بالنسبة لي غلق البرنامج Alt F4 علشان تحفظ الكنترول S عدت عليك قبل كده ايدك دايما بتبقى وانت شغال على الكنترول S دايما بتحفظ بشكل دوري على اساس انك لو الجهاز اللي انت شغال عليه فصل كقربة او اتعرضت لاي مشكلة في الحفظ يبقى انت عندك الحفظ بتاع الملف يبقى انت عندك ملف بتاعك محفوظ باخر تعديلات الحفظ باسم شرحنا الفرق بينه وبين الحفظ في الفيديو الخاص بحفظ الملف لو انت عايز تعمل حفظ باسم او Save As بتضغط على F12 الكنترول Z والكنترول Y كنا شرحناهم في التعامل اسناء البرنامج اللي احنا قلنا عليهم بانهم يكونوا موجودين عندك فوق هنا على سبيل المسال انا كتبت حاجة لو انا عايز اعمل كنترول Z عليها تقدر تستخدمها بالكبورد او تقدر تستخدمها عن طريق السهم ده فهتلاقيه رجع طيب لو انا رجعت خطوة بالزيادة وعايز انا اكرر اللي حصل كان في الخطوة ديت بعمل كنترول Y او اعمل السهم ده فبيرجع لي فيها تاني فهنا بتبقى موجودة عندك الكنترول Z والكنترول Y الطباعة بتاعتك بتبقى بالكنترول B احفظها كده باختصار Print لو انت عايز الشكل التاني لطباعة فهي File وهتلاقي عندك Print هنا بالنسبة للمحازاة عندك المحازاة هنا المحازاة للوسط اللي هي الكنترول Y لاحظ بأنك لما انت بتيجي توقف على اي واحدة فيهم بيجي يشرح لك ان ديت عبارة عن A او ديت بتقدر تعملها ازاي لو انت عايز المحازاة من اليمين الملف بتاعك هتضغط على كنترول كي فهتلاحظ بان الرابط فتح معك هناخد الحاجة ديت بعد كده ازاي تقدر تستفيد منها ولكن حاليا اتعرف على الاختصار طيب ممكن تضغط او زي ما احنا وقلنا انك تلجأ للزرار بتاع هيلب او او اننا زي ما شرحنا مسبقا انك تلجأ للقيمة بتاعت هيلب سواء او هيلب هو بيقدم لك المساعدة الخاصة بالبرنامج ديت لو انت جهازك متصب بالانترنت هتكون المساعدة ديت بتوستحصل عليها فورا من موقع مايكروسوفت بشكل مباشر لو جهازك ما هوش متصب بالنت هتتحصل على اه ما يشبه الكتالوج بتاع البرنامج تقدر تبحث فيه عن الحاجات اللي انت عايزها ممكن تستخدم البرنامج على وضع الشاشة الكبيرة او الوسع بالغاء اي حاجة موجودة فوق عندك فبتضغط على F11 فبتلاحظ بان البرنامج ملأ الشاشة بتاعتك لو انت عايز القيمة بتاعت الخط اللي هي موجودة هنا بتضغط لها على كنترول دي فبتفتح معك القيمة اختصار النسخ والقص واللصق هنشرحهم في فيديوهات تالية ولكن اتعرف على الاختصار بتاعهم لو انت عايز تحدد كل حاجة موجودة في الملف حتى لو كان الملف بتاعك عشرين صفحة لو انت عايز تحدد كل موجود فيه بتضغط على كنترول ايه انا عندي دلوقتي مسلا على سبيل المسال هكتب حرف اتش حرف الاتش ده هبدأ اني اكبره عن طريق كنترول دل وممكن تصغر عن طريق كنترول جيم وديك من الاختصارات اللي انت لازم تتعرف عليها وتحفظ انا دلوقتي عايز خط عريض بتقدر بقانك تضغط هنا او بتقدر زي ما هو اوضح لك بقانك بتضغط كنترول بي فتلاحظ الفرق في الخط طيب ممكن تكتب كنترول اي فيبقى الكتابة بالخط المائل لو انا ضغط عليها تاني بيلغي التزليل طيب ممكن تقدم الخط بتاعك بيبقى خط مسطر زي ما احنا شايفين حاليا تقدر تستخدم القوائم وتقدر بانك تستخدم اي حاجة موجودة عندك في البرنامج عن طريق القوائم بتاعتك او عن طريق الاختصار طيب انا دلوقتي عشان تفعل القوائم ديت احفظ الفكرة بتاعتها بانها بتتفعل عن طريق الالت او اف عشرة انا هاجي دلوقتي مسلا على سبيل المثال وهضغط على الالت هتلاحظ بانه فتح مجموعة من الحروف على القوائم الرئيسية تلاحظ كده بان الالت زائد اف ادلك القيمة بتاعت فايل الالت زائد اتش ادلك قيمة بتاعت هوم الزائد ان ادلك انسرت اذا الفكرة في القوائم ديت بانك بتفعلها عن طريق الزرار الالت وبعد ما بتفعلها عن طريق الزرار الالت بتقدر انك تستخدم الحاجة ديت ايا كانت القيمة اللي انت عايزها على سبيل المثال انا هضغط له فهيبدأ انه يفتح لي القيمة بتاعت ايه اللي انت عايزه من قيمة تقدر بانك تكتب فيفتح لك الفوكس او اي جزء تاني انت محتاجه في النهاية بتقدر تفعل القوائم ديت عن طريق الضغط على الزر او الاف عشرة فبتظهر لك بالشكل ده لو تضغط عليه مرة تانية بتوقف القيمة دي بكده نكون وضحنا لحضراتكم اهم الاختصارات اه مش هنقف على عرض كل الاختصارات ديت ولكن انا هنخلي حضراتكم اه تجربوا بنفسكم ونكتفي بشرح طريقة التعامل مع الاختصارات ديت وطريقة التعامل مع الملف اللي موجود قدام حضراتكم شكرا لحضراتكم ونتمنى لجميع كل التوفيق ترجمة نانسي قنقر